للمزيد من التفاصيل حول فعليات المهرجان يطلعنا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين تحياتي من العالمين مدينة العالمين الجديدة حيث تقام فعليات مهرجان العالمين الجديدة 2023 والذي يأتي في نسختها الأولى هذا العام تحت عنوان العالم عالمين هذا المهرجان الذي يمتد على مدى 45 يوم وتقام خلاله عروض فنية وعروض رياضية وألعاب مائية وعروض جوية وعروض فنية تراثية ومن المتوقع أن يكون الزائرون خلال هذا المهرجان طيلت فترات الممتدة حتى يوم 26 من أغسطس الجاري على مدى 45 يوما من المتعة والإفارة والتشويق نحو مليون من الزائرين من المصريين ومن الوطن العربي ومن جنسيات مختلفة من حول العالم العالمين الجديدة تتألق والعالمين الجديدة تقدم نفسها في ثوب جديد وعنوان جديد للجمهورية الجديدة لمصر أن لدينا مدينة من المدن الرائعة ليست فقط في مصر ولا حتى على سحل المتوسط وإنما مدينة رائعة على مستوى العالم لدينا في مهرجان العالم على مين وفي هذا الأسبوع كان لدينا حفل غناء ساهر يوم الخميس أحياته الفنانة رهام عبد الحكيم والفنان الكبير متحد صالح ثم كان بالأمس حفل كبير حفل كبير جدا ويحيي نجوم كبار الفنان حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير وسط إقبال متزايد من الجميع لحضور هذا الحفل الذي استمر حتى أوقات متأخرة من بعد منتصف الليل وتخلى له عروض سمعية وضوئية مبهرة وألعاب نارية يعني تفاعل معها الجمهور بكثافة ولدينا اليوم السبت الحفل الختامي لهذا الأسبوع حفل الفنانة إليسا والفنان تامر عشور العالم عالمين مهرجان مستمر لحتى السادس والعشرين من هذا الشهر يتألق ويتألق معه النجوم من مصر ومن الوطن العربي وسط إقبال وزخم متزايد من الجميع تحياتي إليكم من هنا من الممشى السياحي وتحديدا من أمام أدين العالمين حيث تقام الفعاليات الغنائية لهذا المهرجان الكبير إليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة